تقول إحدى الأمهات لم أستطع أن أتمالك نفسي من الغضب عندما تلفظت ابنتي البالغة من العمر خمس سنوات بألفاظ بذيئة أثناء زيارة صديقة لي أحسست بالأسف والإحراج ولم أدري كيف أتصرف من شدة الغضب كثيرا ما ينطق الأطفال بكلمات مزعجة تتسبب في شعور الوالدين بالأسف والحرج والخوف من انفلات الطفل أخلاقية والحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها أن الألفاظ اللغوية لدى الطفل يكتسبها فقط من خلال محاولته تقليد الآخرين وغالبا ما يكون غير مدرك لأبعاد معانيها ومن المهم المبادرة بعلاج هذه المشكلة بصبر وحكمة قبل أن تتحول إلى عادة وسلوك ويكون ذلك من خلال التجاهل وعدم إبداء زعاج ملحوظ عند سماع كلمة نابية من الطفل لأول مرة حتى لا يكون لها أهمية لديه أو تأثير عدم استقبال الكلمة بابتسامة أو ضحك ونحوه عند سماعها كي لا يتشجع عليها فإنه سيتركها من تلقاء نفسه إظهار الرفض التام لهذا السلوك وذم هذا اللفظ علنا إذا تكرر مراقبة اللغة المتداولة في محيط الطفل مراقبة البرامج الإعلامية التي يتابعها مخاطبته باللغة التي ترغب في أن يخاطبك بها تطوير مهارة التفكير لديه وفتح باب الحوار معه تعويده على الأسف والاعتذار كلما تلفظ بكلمة بذيئة إذا لم يستجب الطفل بعد مرات من التنبيه يعاقب بالحرمان من شيء يحبه مع تنبيهه إلى أن الكلمة البذيئة من وحي الشيطان وتذكيره دوما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء